في حديث إلى صحيفة البايس الإسبانية أشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى أنه في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم لافتا إلى أنه أصبح بعد اختيال والده يخشى الوضع لذا بات لا يتنقل كثيرا ويفضل المكوثة في منزله وفي حديثه عن احتمال اتجاه لبنان نحو حرب أهلية قال الحريري أن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه معتبرا أن الشعب سيواصل التظاهر ضد الحكومة وأضاف سوف نشهد نوعا من عدم الاستقرار لكنني أشك في أن البلد سيصل إلى حالة مجاعة وقال كنت أعلم أننا سنصل إلى هذه النقطة لكن لو جرى تنفيذ الإصلاحات في وقت سابق لما وصلنا إلى هذا الوضع وفيما يتعلق بالخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها للتخفيف من حدة الأزمة أوضح الحريري أن جميع الخيارات السياسية مؤلمة لكنني واثق من أن هناك مخرجا من الأزمة ورأى الحريري أن جزءا كبيرا من العمل الذي نقوم به كمعارضة يكون في البرلمان وما نريده اليوم هو إنقاذ البلاد سواء من داخل الحكومة أو خارجها لكن تكمن المشكلة في حزب الله والحركة الوطنية اللبنانية لذين يتنازعان وغير قادرين على إصلاح البرنامج وأضاف يجب أن يفهموا أن 60% من الشعب صوتوا لصالح حزب الله الذي تراه واشنطن إرهابيا وهذه ديمقراطية لا يمكن إنكار وجودهم ولا يمكن إنكار أصواتهم في البرلمان نحن لا نشارك استراتيجيته الإقليمية ولا نعتقد أنها إيجابية لمصلحة لبنان الوطنية وما يحدث اليوم ما كنا نخشاه وهو ترك البلاد في وضع يركز فيه المجتمع الدولي على لبنان وإيران وبذلك أصبح لبنان يعاني تبعات السياسة الإقليمية وعن قانون قيصر بيّن الحريري أنه مثل أي دولة أخرى في العالم سيتعين على لبنان أن يختار بين احترام القانون أو خرقه لتجنب العقوبات الأمريكية وقال أنا شخصيا أعتقد أن اقتصادنا ووضعنا لا يمكن أن يتحمل مزيدا من العقوبات والأمر متروك إلى الحكومة اللبنانية لعرض قضيتها من أجل تجنب العقوبات وأكد الحريري أنه لا يشعر بالندم فيما يتعلق باستقالته لأن هذا ما أراده المحتجون وقال هذه ديمقراطية وسنجر انتخابات عاجلا أم أجلا وفي سؤاله عما إذا كان يتوقع العودة إلى منصب رئيس الوزراء أكد الحريري أنه لا يتوقع ذلك في المدى القريب ترجمة نانسي قنقر